أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تأضياء رشوان أن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو تحمل مزاعم ودعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والدخائر ومكوناتها إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود وأضح رشوان في بيان أن هذه الادعاءات الكاذبة لا تخدم معاهدة السلام التي تحترمها مصر مشيرا إلى أن مصر تطالب الجانب الإسرائيلي بأن يظهر احترامه لها ويتوقف عن إطلاق التصريحات التي من شأنها توتير العلاقات الثنائية في ظل الأوضاع الحالية الملتهبة هذا وأكد رشوان أن مصر تطالب كل من يتحدث عن عدم قيامها بحماية حدودها أن يتوقف عن هذه الادعاءات في ظل حقيقة أن لها جيشا قويا قادرا على حماية حدودها بكل الكفاءة والاندباط ولفت رشوان إلى أن مصر ستظل تواصل دورها الإيجابي الطبيعي من أجل حل كافة مشكلات المنطقة مضيفا أن هذه الادعاءات الكاذبة لن تنجح في إثناء مصر عن القيام بمسؤولياتها الداخلية والإقليمية والدولية